السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات مشاهدي قناة ميسك ومتابعي المجلس العلمي لتفسير القرآن الكريم توقفنا بسبب الإجازة وعدنا والعود أحمد واليوم إن شاء الله تعالى سنتابع الحديثة في الآية الأربعين من سورة البقرة التي يبدأها الله سبحانه وتعالى ببداية جديدة فهذه أول مرة ينادي بني إسرائيل قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدكم وإيايا فارهبون نلاحظ أن في هذه الآية انتقل الله عز وجل إلى موعظة بني إسرائيل وسنتحدث بعد قليل من هم هؤلاء بعد أن من تابع معي من بداية سورة البقرة إلى الآن يعلم أنه انتقال منهجي من موعظة مشركي العرب وموعظة المنافقين إلى موعظة بني إسرائيل وهكذا تتم موعظة الفرق التي تقدم ذكرها في بداية الحديث عن المجتمعات التي جاءت سورة البقرة لتتحدث عنها ولتوضح العلاقة التي يجب أن تكون بينها من هم هؤلاء لاحظوا سبحان الله الآية 40 الرقم 40 أول مرة يذكروا في القرآن بترتيب المصحف بني إسرائيل بني إسرائيل كما نعلم لهم كتاب ولهم نبي ولهم دين سماوي هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يدعهم في هذه الآية التوحيد ولم يدعهم كما دعا المشركين العرب والمنافقين إلى الاعتراف بالخالق وذلك لأنهم على سبيل الحقيقة الواقعة بناء على أنهم أصحاب كتاب وأصحاب دين سماوي هم الأصل أنهم موحدون ويعترفون بالإله الخالق ولكنه في هذا اللقاء الأول بينه وبين بني إسرائيل يذكرهم بالنعم التي أنعمها عليهم ويذكرهم بالوفاء بالعهود ولا شك أن في أول لقاء يكون التذكير بالوفاء بالعهود معناه أنهم أخلوا بها فالله سبحانه وتعالى في أول لقاء بهم في المصحف يذكرهم بهذه القضية وأوفوا بعهدي فلا يؤنب ولا يذكر الذي يوفي إذن لا بد أنهم أخلوا وأخلفوا فجاء التذكير في أول لقاء إذن يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي طبعا الآيات في الصفحة التي نحن فيها والصفحة الأخرى ستذكر هذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وسنذكرها تباعا إن شاء الله تعالى ومن حضر معنا المجالس السابقة عندما تحدثنا في المجلس الخامس عن جسم سورة البقرة تكلمنا عن هذه القضية وكيف أنعم الله عليهم بقضايا كثيرة من باب رحمته سبحانه وتعالى حتى يردوها عليه خير ما فيهم وخير ما عندهم من التواضع والشكر والعرفان لكن سبحان الله الآيات تحدثنا أنهم فعلوا العكس نلاحظ أن القرآن ركز على العلم بالشريعة ومعرفة أخبار الأنبياء والأمم الماضية وأحوال العالمين العلوي والسفلي مع الوصايا والمواعظ الأخلاقية وبذلك كان اليهود يفوقون العرب إذن العرب كان عندهم فوبيا في المدينة أن اليهود أهل كتاب وأن عندهم علاقة مع الخالق يصلهم الوحي عندهم مجموعة من الوصايا عندهم أخلاق بمعنى مواعظ وأخلاق عندهم منهج إلهي فكانوا يفوقون العرب في هذه القضايا لذلك من أجل هذه القضية الاجتماعية كانت العرب تسترشدهم في كل شؤونهم وبها امتاز اليهود على العرب في بلادهم بالفكرة وكان علم عامة اليهود في هذا الشأن ضعيفا لكن إن فردت بعلمه فئة كانت تسمى بالأحبار والعلماء ذلك ذكر الله تعالى هذه الحقيقة في قوله أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةْ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ سورة الشعراء الآية السابعة والتسعين بعد المئة إذن الله نبه المجتمع الإسرائيلي أن علماءكم يعلمون أشياء يخفونها عنكم أن علماءكم كتموا حقيقة النبي الخاتم وأن علماءكم استغلوا المناصب التي هم بها من أجل تحقيق مكاسب الدنيوية على حساب الشريعة لذلك إخواني قتل المسيح عليه السلام لأنه دخل إلى هذه الدائرة وهدد هؤلاء الأحبار والرهبان والعلماء بفضح سريرتهم فكانت النتيجة أن تآمروا عليه وقتلوا لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم من بين أيديهم إذن جاء القرآن في هذه المجالات معلما للمسلمين وملحقا بهم بعلماء بني إسرائيل حتى تكون الدرجة العليا لهم لأنهم يضمون هذا العلم إلى علومهم اللسانية ونبهتهم الفكرية فتصبح عامة المسلمين مساوية في العلم لخاصة بني إسرائيل وبهذا تنكشف حكمة من حكم تعرض القرآن لقصص الأمم السابقين وأحوالهم فإن في ذلك مع العبرة تعليما لهم وهذا من معجزات القرآن أنه شرح أحوال بني إسرائيل ما لا يعلمه إلا أحبارهم وخاصتهم مع حرصهم على كتمانه والاستئثار به خشية المزاحمة في الجاه والمزاحمة في المنافع فجاء القرآن على لسان أبعد الناس عنهم وعن علمهم صادعا صارخا بما لا يعلمه غير خاصتهم فكانت هذه معجزة لأهل الكتاب قائمة مقاما معجزة البلاغية للذين ليس عندهم علم نعود إلى الآية قوله يا بني إسرائيل هذا خطاب لذرية عقوب عليه السلام ونلاحظ هنا أنه لم يقل يا أيها اليهود لماذا؟ لأن كل اليهود تبع لذرية عقوب فلو آمنوا أي ذرية عقوب لآمن كل اليهود من غير بني إسرائيل مثل حمير التي كانت على اليهودية ولم تكن من بني إسرائيل إذن الكل تبع لهذه الفئة لأنه معلوم في المنطق المقلد هو تبع لمقلده أيضا قال يا بني إسرائيل ولم يقل يا أيها اليهود لأن هذا الخطاب للتذكير بنعم أنعم الله بها على أسلافهم وكرامات أكرمهم بها فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء يعقوب وأنهم أعقابه مزيد مناسبة لذلك لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكروا بعنوان التدين بدين موسى ذكرهم الله بوصف الذين هادوا فقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآيات من البقرة الثانية والستين الفائدة الثالثة عندما يقول يا بني إسرائيل هذا خطاب يشمل العلماء والعامة لأن ما خوطب به في هذه الآية من التذكير بنعمة الله عليهم وعلى أسلافهم وبعهد الله لهم إنما هو يشمل الجميع أيضاً نلاحظ أحياناً أن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم في الأغراض التي يراد منها أن يسجل على جميعهم تسجلاً ما فيناديهم بقوله يا أهل الكتاب أحياناً يناديهم بوصف اليهود الذين هادوا أو بوصف النصارى كل نداء لهم كان مبنياً على هدف وعلى مآل أراده الله سبحانه وتعالى من ندائهم أيضاً إذا أراد أن يسجل على علمائهم فقط أنهم خانوا العهد أو أنهم فرطوا فيما أخذوا أو فيما أخذوا من أنبيائهم كان يخاطبهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب أو يقول الذين آتيناهم الكتاب وقد يستغني أحياناً عن ذلك الخبر المسوق مما يناسب علماءهم خاصة بقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يقصد بالفريق العلماء والأحبار وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آية البقرة الخامس والسبعين أيضاً أحياناً يخاطبهم بالذين هادوا مثل قوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياته ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آية المائدة أيضاً كان يخاطبهم أحياناً بخطاب عام يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون تاسع وسبعين سورة البقرة أيضاً كان يخاطبهم أيضاً خطاب عام أحياناً في قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين البقرة التاسعة والثمانين أيضاً كان يتهمهم اتهام واضح وصريح بالتحريف والكتمان والتغيير والتبديل والمقصود هم الأحبار إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب الكتاب الذي بين أيديهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والآيات كثيرة في هذا المؤمن نأتي الآن للتفصيل بعد أن قال يا بني وبنون في اللغة ألحق بجمع المذكر السالم ويجمع أيضاً على أبناء إما أن نقول أبناء وإما أن نقول بني أما إسرائيل فهو لقب يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومعناه يروي ابن عباس أن معناه عبد الله إسرائيل أي عبد الله وهناك من يقول أن معنى إسرائيل أي الذي أسر نفسه لله بالعهود التي تكفل أن يفي بها وهذا ما يفسر وهذا معنى جميل وقوي حقاً وانا أمين إليه هذا ما يفسر أن الله عز وجل يذكرهم في أول لقاء بأنهم لم يوفوا بالعهود وأنهم لم يشكروا النعم بقوله يا بني إسرائيل يا أبناء من أسر نفسه لله بالمواثيق التي أخذها عليه أذكركم أنكم أبناء ذلك النبي فالأولى بكم أن تلتزموا وأن توفوا وأن تتذكروا ما أنعمته عليكم هذا معنى جميل وفيه فائدة بلاغية حقيقة إذن هذا معنى إسرائيل يعقوب عليه السلام له كما نعلم إثني عشر ابنا ومنهم يوسف عليه السلام ومن أحفاده كانوا ما يسمون بالأسباط إذن الأسباط ليسوا أبناء يعقوب وإنما من ذرية أبناء يعقوب من اشتهروا بالأسباط وهم أنبياء الله عز وجل لهذه الفئة من أبناء يعقوب عليه السلام أذكروا يا بني إسرائيل أذكروا لا شك أن هذا فعل أمر وهو من الذكر وهو خطأ التذكر والذكر هو أن يخطر شيء ببال من نسيه لذلك يقال وكيف يذكره من ليس ينساه إذن هذا معنى التذكر خطور شيء في بال إنسان قد نسيه قبل ذلك ويطلق على النطق باسم الشيء الخاطر ببال الناس فنقول تذكر تذكر خطر في باله فتذكر إذن يا بني إسرائيل أذكروا النعمة النعمة هنا جميع ما أنعم الله به على المخاطبين إما مباشرة وإما بواسطة الإنعام على أسلافهم فإن النعمة على الأسلاف هي نعمة على الأبناء لأنها حقيقة سمعة لهم وقدوة يقتدون بها وبركة تعود عليهم أحو حالهم الحاضر كان بسببها وبعض النعم يكون فيما فطر الله عليه الناس من فطنة وسلامة في الضمير وهذه أيضا تورث في الأبناء إذا تلك النعم لهلك السلف أو لساءت أحوالهم فجاء الأبناء في شر حال فيشمل هذا إذن جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم والتقدير في هذه الآية إخواني أذكروا نعمي عليكم نعمي عليكم من أين جئنا بهذا التقدير هذا التقدير مستفاد من إضافة نعمة إلى ضمير الله تعالى وهذه وهذه اللام اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذه لام لاستغراق يعني النعم التي أنعم الله بها على أسلافهم وعلى الحاضرين منهم زمن نزول القرآن لأن النعمة على أسلافهم نعمة عليهم وقد تتابعت النعم عليهم إذ الله بواءهم قرى يسكنونها جعلهم في بحبوحة من العيش جعل منهم أنبياء وملوك وكل هذه أثرت على الأسلاف وأثرت على الأوائل وأثرت على الأواخر إيجابيا طبعا ما المقصود بالأمر بذكر النعمة فقط أن أتذكر النعمة لا هنا المعنى البلاغي مراد منه لازم التذكر ما لازم التذكر لازم التذكر هو الشكر نحن نستخدم هذا إذ ذكر بنقول إحنا للولد تذكر يا ابني ماذا فعل لك أخوك الكبير أنا لماذا أريده أن يتذكر لكي يشكر ولا شك من أبرز مراتب الشكر ترك المكابرة وهؤلاء تكابروا وتكبروا وأبدوا المكابرة في تلقي ما ينسب إلى الله تعالى من الوحي بالنظر إلى أدلتها ومتابعة ما يأتي به الرسل يعني هم التكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا أن يقبلوا الدعوة بحجة أنها لم توجه لهم ورفضوها عندما وجهت لهم بحجة أنهم أفضل من العرب ولا يمكن أن يكونوا مع العرب في صعيد واحد أيضا في تحمل هذه الآية معاني أن الله يريدهم لينصرفوا بذلك عن حسد غيرهم يعني أنا أذكرك بالنعم التي أنعمتها عليك حتى تنصرف بذلك عن حسد غيرك فإن تذكير الحسود بما عنده من النعم عظة له وصرف له عن الحسد الناشئ عن الانشغال بنعم الغير وفي هذا أيضا تعريض بهم أنهم حاسدون للعرب فيما أوتوا من الكتاب والحكمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتقال النبوة من بني إسرائيل للعرب وإنما ذكرهم الله بذلك إخواني لأن للنفس غفلة عما هو قائم بها وإنما تشتغل بأحوال غيرها لأن الحسة هو أصل المعلومات فإذا رأى الحاسد نعم الغير نسي أنه أيضا في نعمة فإذا أريد صرفه عن الحسد ذكر بنعمه حتى خف حسده لأن حسدهم هو الذي حال دون تصديقهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيمة تذكير بالنعم بالنعم عندكم فلماذا تحسدون العرب أيضا في الآية جميل في هذه الآية التذكر كأنه تخلي ليتبعه التحلية بقوله وأوفو بعهدي يعني يهيئ النفوس إلى تلقي الخطاب بسلامة طوية وبإنصاف وهذا منهج تربوي لا يمكن أن تحلي قبل أن تخلي نقول لا إله إلا الله ننظف الأفكار السيئة حتى نزرع الأفكار الجيدة وأوفو بعهدي بعد أن ذكرهم أمرهم بالوفاء وهذا من الأصل أو الجذر وفاء وهو أتم الأمر قولك وفيته حقه ويتقول أيضا أوفيته حقه إذن وفيته حقه أو أوفيته حقه وأوفو بعهدي ما هو العهد العهد في اللغة هو الالتزام للغير بمعاملة ما التزاما لا يفرط فيه المعاهد واستعير العهد المضاف إلى الضمير الجلال لقبول ما يكلفهم به من الدين واستعمل مجازا لقبول التكاليف والدخول في الإسلام إذن وأوفي المضاف إلى ضمير المخاطبين للوعد على ذلك بالثواب في الآخرة والنصر في الدنيا والإيجاء مع كليهما استعمل في تحقيق ما تزم به كلا الجانبين سبحان الله هنا لطيفة قرآنية أن القرآن استخدم لفظ العهد وهنا هذا يسمى استعارة لتكليف الله تعالى إياهم أن ذلك الخطاب خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم وأوفوا بعهده التوراة إخواني تعرف عند اليهود بأنها العهد وتسمى العهد القديم فالله يستخدم لفظة معلومة عندهم لأنها عبارة عن وصايا التوراة وصايا من الله سبحانه وتعالى لهم لذلك عبر عنها في مواضع أخرى من القرآن بالميثاق وهذه المصطلحات يعرفها علماؤهم ولكنهم يشحون بها على عامة الناس فمجيء هذه الكلمات على لسان نبي عربي دليل على أنه وحي من العلام بالغيوب العرب لم تكن تعرف أن التوراة تسمى الميثاق أو تسمى العهد والعهد أخذ على أسلافهم بواسطة أنبيائهم ورسلهم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آية آل عمران الحادية والثمانين وإذا كان إخواني المخاطبون بالآية قد تلقوا الشريعة من أسلافهم بما فيها من عهد فقد فقد كان العهد لازما لهم وكان الوفاء به متعينا عليهم لأنهم الذين جاء فيهم الرسول الموعود الذي وعدوا به في كتبهم وفي عهدهم وفي ميثاقهم ثم يقول الله سبحانه و تعالى وأوفوا بعهد أوف بعهدكم وإيايا فارهبون هذه عطف جملة على ما سبق ومعناه التصديق بالرسول الموعود به على ألسنة أنبيائهم تتميم لذلك الأمر السابق بالنهي عما يحول بينه بين الإفاء بالعهد على إيايا فارهبون قل وإنما قدم المفعول وهذا يفيد في البلاغ لاختصاص لأنهم إذا رهبوا الله تعالى حرصوا على الوفاء بالعهد وإيايا فارهبون معناها لابد أن تكون رهبتكم لله دائية لكم أن تحفائي بالعهد الله أكبر الله أكبر إذن ملخص هذه الآية خطاب لبني إسرائيل يذكرهم بالنعم التي أنعمت على أسلافهم وعليهم يذكرهم بالعهود التي أخذت عليهم يذكرهم الله سبحانه وتعالى بضرورة أن تطلق هذه المعلومات لعامة الناس وأن النبي الموعود به قد أخبر به أهلاف وأخفاها الأحبار والأصل أنكم إذا كنتم صادقين بخوركم من الله وبرهبتكم منه أن تسارعوا إلى الإيمان وتسارعوا إلى الالتحاق بموكب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نقف إلى هنا وللحديث بقية مع الآية الحادي والأربعين إن شاء الله أستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة